رفضت الخارجية الفرنسية مساء الجمعة مغادرة سفيرها سيلوظون إيت البلاد معتبرة من وصفتهم بالانقلابيين لا يملكون الأهلية لتقديم مثل هذا الطلب وأنقلت وكلة فرانس برس عن الخارجية الفرنسية قولها إن فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين مضيفة أنهم لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزارة خارجية النيجر أبلغت الحكومة الأمريكية بأن صور الرسائل المتداولة عبر الانترنت والتي تدعو إلى مغادرة السفيرة الأمريكية البلاد لم تصدرها الوزارة